السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في بيديو جديد طبعا كلنا بنحب حلوة الجلي او الهاريبو وعلشان نشتري كيس هاريبو يكون فيه حوالي 80 جرام بيعمل حوالي 60 جنيه فاسعار مبالغ فيها جدا تعلي اقولك هتعملك المياه حلوه جدا جدا بمكونين اتنين بس فمش تاخد منك غير دقاي وكون جاهزة سهلة وبسيطة وسريعة وبفيش احلى من كده ومجد نتيجتها احلى كمان من هاريبو اول حاجة هنجيب كيس جلي الجلي العادي اللي هو متاح من وكل الاطعمة اختاري الطعم اللي انت عاوزيه انا اخترت بالموز هنحط معلقة كبيرة من السكر وممكن تزاودي السكر لو حب سكر وزايد ومعلقة ونص من الجيلاتين الجيلاتين البودرة بيتباع في بكاوي زيلين شايفاها كده او يباع عند العطار عند محل مستلزمات الحلويات فما كان كتير جدا متوفر الجيلاتين بعد كده حطيت عليهم نص كوبية من المياه المياه العادية بدرجة الحرارة العادية اللي بتقوم مع بعض ورفعتو مع البوتاكاس اول بقى ما يبتدوا يعني افضل اقلب كده لغاية ما تأكد انه ديب وبعد كده هيبتدي يغلي معي و لو ليس ما عملتش لايك للفيديو يتعميي لايك لما يغلي معي بقى بالشكل ده روح اقفل النور بقى على طول هستنيه ده بسيط خالص طبعا ما تسيبيه وش يبرد لو سيبتيه يبرد يعني هيبقى عبارة عن كتلة هريبو كبيرة فاحنا هنسيبه يهده بس بسيط عشان ما يبقاش سخناوي وبعد كده هاتي الاول بقى اللي انت عايزة تعملي فيها الجيلي او الهريبو ده ويبتدي يحطي بقى كده انا استسهلت بقى ان انا اجيب حاجة اليابوس كده علشان اعرف اسوب بسهولة وفعلا سهلت علي كتير بدلا ما يبقى يدلدق برا كده ومنظر مش حالا بس الكمية يعني هي ديتني كمية حلوة جدا هوريه لك دلوقتي هنحطهم كده بالشكل ده وعشر دقيق في الفريزر بس وهيبقى يحيب عن ده وعلى فكرة لو سيبتي برا التلاجة بس هتحتاج تسيبه بفترة اطول هيجمد برده عشر دقيق في الفريزر وبعد كده طلعته وزي ما انت شايفة كده قوامه طحفة جدا جدا زي الجهز بالضبط طعمه خطير احلى كمان من الجهز ويعني الاولاد عندي بيشبطوا في الاكياس اللي هي بتاعة الهريبو او الاكياس الجليكولة والحاجات دي بيبقى فيها يعني كمية بسيطة جدا جدا بتبقى غالية عملناه في البيت بتكاليف بسيطة سهلة وكل حاجة وقلبة الجيلاتين اللي انت شفتيها دي علبة فيها كتير وتعمل معاك مرات كتير جدا وعمل عشرة جنيه بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو من القيوم سعيد هنا فيديو كنا لعجبكم وعجبكم ما تبخلش عليها بلايك ومشترك 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 للفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة